زي ما تابعنا في التقرير اللي فات التطوير الكبير اللي حصل في قطاع الزراعة في مصر في سنوات قليلة جدا منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية البلاد يمكن كان السبب في إطلاق العديد من المشروعات أهمها استصلاح الأراضي الزراعية بنتكلم على المليون ونصف المليون فدان وغيرها من المشروعات العملاقة زي مستقبل مصر اللي بيعتبر ركيزة أساسية للدلتة الجديدة بإجمالي مليون ومئتين ألف فدان تحديدا يمكن تفاصيل كتيرة يعني هنتكلم عليها من خلال ضفنا الكريم الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين اللي مشرفنا في الستوديو صباح الخير أهلاً صباح النور أهلاً وسهلاً دكتور سيد عوز عرف يعني قناقيب للزراعيين شايف إزاي ما يحدث في ملف أو قطاع الزراع في مصر خليني في البداية يعني نهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأيد ميلاده ونهني الشعب المصري كله والدولة المصرية بنجاح قمة المناخ اللي صدفتها مصر وأنا كنت مشارك يعني في يوم الزراع ولأول مرة في طريق قمة المناخ يخصص يوم للزراع كل الستة وعشرين قمة اللي قبل كده ما كانش فيه يوم مخصص فيه أعمال القمة لإزراع القمة الأولى اللي كان فيها يوم للزراع الترتيب والتنظيم والفواد الاقتصادية والسياسية اللي عادت على الدولة المصرية من القمة قمة المناخ شيء كلنا مصريين نفتكر به نفتكر أن بلدنا ومؤسسات بلدنا نظمت أفضل قمة مناخ على مستوى العالم وده مش كلامنا كلام كل الوفود كل رأساء الدول كل المشاركين أن دي القمة حتى يعني كل التوفيق لأشقارنا في الإمارات بإذن الله الدورة القادمة إنما تحدي كبير الدولة المصرية نفذته في قمة المناخ كل أجهزة بلدي كل الشكر والتقدير لها جميعا كل المؤسسات على نجاح قمة المناخ يوم الزراعة كان في قمة المناخ كان يوم مهم جدا لأن أصبحت قضية الزراعة هي القضية الأمن الغذائي في كل دول العالم صحيح مش في مصر بس وبالتالي كان السيد الرئيس عفتاح السيسي والدولة المصرية سباقة في إجراءات أخذتها من 2014 حتى الآن النهاردة التقرير بيتكلم على 2.2 مليون فدان الدلتة الجديدة تشكة وسط وشمال سينة الواد الجديد معناها ببساطة شديدة جدا أن الدولة المصرية والسيد الرئيس بينشئ سد عالي جديد لأن السد العالي لما تم إنشاؤه وفر لنا تقريبا حوالي أربعة مليون فدان قبل كده ما كانش فيه سد العالي كالرأي الحياض لما تم إنشاء السد العالي وإنشاء قنوات الرأي أصبح عندنا تقريبا حوالي أربعة مليون فدان النهاردة بنتكلم على أربعة خمسة مليون فدان معناها أن السيد الرئيس سياسته ورؤيته وتنفيذه وتخطيطه مع كل مؤسسات دولة هو إقامة سد عالي جديد في قطاع الزراع طب ليه إحنا كان عندنا وسيد الرئيس والدولة كان عندها الرؤية من 2014 إحنا النهاردة في 22 العالم كله بيتكلم على الأمن الغذائي وتحدياته والمية وتحدياتها والتغيرات المناخية ما تقدرش حضرتك نفس القطاع الزراعة عن باقي القطاعات الأخرى لأن لو لم يكن عندنا طرق ما كناش هنقدر نوصل للدلتا جديد لو لم يكن عندنا طرق ما كناش هنقدر نوصل لتوشكة وعادة تهييل توشكة وعلى فكرة بالمناسبة أنا من يومين كنت في توشكة وبالتالي هيشوف كل الشعب المصر وكيد بيشوف اللي بيمشي على الطريق بيشوف قد إيه المساحات اللي هيتم إضافيتها السنة دي للأمح سواء في توشكة أو في مشروع الدلتا جديد اللي بيت ركبة كل المعدات مسلزمات الإنتاج ده كلنا يخلينا كمصريين نحن نفتخر بقيادتنا ونفتخر ببلدنا لأنها خدت خطوات سباق آه في تكلفة مالية ضخمة جدا زي التقرير ما بيقول المليون فدان تقريبا 250 مليار جنيه تكلفة ضخمة ولكن هي أصبحت ضرورة حتمية وحتى الناس اللي كانوا بيتكلموا على الطرق طب أنا من غير ما يكون عندي طريق كنت أنا هوصل للأراضي الصالح للزراعة في الدلتا الجديدة أو على طريق الضبعة من غير ما أعمل الطريق ده كان ممكن أوصل للمناطق الصالحة للزراعة لا يمكن من غير ما يقوب عندي مشروع بنبان وطاقة كهربائية أن هعمل عمليات الري مليون كل ده ما تقدرش تفصله عن بعض يعني هي قطاعات شبكة ولكن زي ما فيه أولوية لقطاع الزراعة كان فيه أيضا أولوية للقطاعات الأخرى سواء كان الطرق سواء كان الكهرباء الري من غير ما يقوب عندي إمكانيات توفير المية لهذه المساعات سواء مية معالجة أو محطات معالجة كان يقوب فيها عندنا مشكلة إنما هي مجموعة من القطاعات كلها بتخدم على بعضها اللي بوصلتنا للنتيجة الجيدة الممتازة اللي احنا موجودين فيها وبإذن الله هتستكمل بإذن الله خلال الفترة القادرة من كل تأكيد يا فأنا بفكرة إحنا يمكن الغيب ممكن عن بعض من الناس إن إحنا ما كانش عندنا رفاهية الوقت عشان نؤجل أي من هذه المشروعات بما أنها دكتور سيد ذكرت مشروع توشكة تحديدا ويمكن أنا بحب شوية أن أنا أوصل للناس بأمثلة حية على أرض الواقع توشكة كان مشروع بالفعل موجود قبل ذلك بسنين من التسانات تقريبا وتوقف ودلوقتي أعدت إحياء المشروع وشفنا المشروع إيه اللي تم فيه حتى الآن إيه اللي حصل لو هنكلم عن توشكة كمثال بص حضرتك توشكة بدأ سنة 96 تحديدا وكان مشروع مستهدف منه يعني تنمية ومكافحة تصحر وإنتاج الغذاء ولكن هذا المشروع قبله معوقات وقبله تحديات ويمكن إحنا شفنا في فتاح السيد الرئيس وعن فتاح السيس المشروع تشكة أنه كان فيه جبل طوله 9 كيلو تحديات طبيعية تحديات طبيعية وبالتالي هنا الإرادة السياسية الإرادة السياسية للسيد الرئيس لا فيه جبل فيه تحدي لابد التحدي ده نتخلص منه لأن الجبل ده كان وراه مساحات شاسعة هي القابلة للإستصلاح وبالتالي كان لازم توصل أعتقد كم مشكلات متعلقة بالرأي أيضا متعلقة بالرأي ومتعلقة بالطبغرافي بتاع المنطقة طبيعة المكان وبالتالي هنا الإرادة السياسية وهنا الإرادة السياسية للسيد الرئيس قال لازم الجبل ده يتم يعني فتحه وترعى تعدي عشان نوصل نتشف المساحات القبلة للسزراع وراء نتكلم اللي كان وراء الجبل ده تقريباً 300 ألف فدان تقريباً وأكتر من 300 ألف فدان وأرض كلها فلات أرض كلها مستوية أرض كلها التصنيف بتاعت تركيب التربة أرض جيدة جداً وبالتالي كان هنا إرادة سياسية رغم التكلفة المالية إنما كان لازم لأن المشروع تشكع كنا بنتكلم على 300 ألف 400 ألف فدان النهاردة بنتكلم على واحد وواحد من 10 مليون فدان طب دي جات منين؟ جات من نتيجة التبارغرف اللي كان موجود الجبل اللي كان موجود شق القنوات اللي كان موجودة عشان توصل المياه وبالتالي كان فيه تكلفة مالية ضخمة جداً وفيه إرادة سياسية للسيد الرئيس والدولة وبالتالي شفنا قد إيه مشروع تشكا مشروع تشكا ويمكن حضراتكم والشعب المصر كله 2 و 2 من 10 مليون نخلة من الأنواع الفاخرة برحي والمجدود وغيرها وشفنا إنتاج الأمح كله بيتورد لوزارة التموين سنة الفات كان مزروع 60 ألف فدان أمح في توشكا واعتقد كان زيهم في منطقة الدلتة الجديدة السنة دي كل الشعب المصر إن شاء الله بصحة وبخير وسعادة هيشوف أضعاف أضعاف المساحات اللي كانت مزروعة العام الماضي من الأمح كمحصول استراتيجي سواء في توشكا أو سواء في الدلتة الجديدة وغيرها في مناطق أخرى نعم طيب بما أن حضرتك ذكرت الدلتة الجديدة والدلتة الجديدة الركيزة الأساسية لها هو مشروع مستقبل مصر ومشروع مستقبل مصر ما كناش هنوصله غير بطرق زي ما حضرتك قلت لأنه موجود على امتداد طريق الضبعة تحديدا عاوز أعرف القيمة المضافة اللي بيضفها هذا المشروع لملف الزراعة في مصر والاقتصاد المصري أيضا أنا بشكر حضرتك على الطرح ده ولازم نوضح للرأي العام وكل المشاهدين أن هذه المشروعات الزراعية هي مشروعات زراعية بالدرجة الأولى لتوفير الأمن الغذائي إنما هي مشروعات أيضا متكملة بمعنى النهاردة لما بنشوف تشكة بنلاقي مدينة تشكة جديدة دي عشان تقيد توزيع القتلة السكانية على كامل خريطة جغرافية مش ممكن إحنا كلنا متكدسين في الوادي والدلتة وبنعمل المشروعات القومية دي عشان جزء كبير نقيد توزيع السكان النهاردة لما نتكلم على تشكة بتلاقي تشكة جديدة فيها مباني فيها قدمات فيها مستشفيات عشان تعمل عملية جذب سكاني لهذه المناطق وتوفير فرص عملية لما نجي على الدلتة الجديدة ومستهدف برضو تستوعب أكتر من مليون نسمة من أهلين المصريين في هذه المنطقة وبالتالي أنت بتعمل مشروع زراعي أمن الغذائي تعمل منه تصنيع زراعي إقامة بعض المصانع عليه بتعمل تسكين لأهلين في هذه المناطق وبالتالي هي حزمة من المشروعات المتكاملة الدرجة أولى هي توفير الأمن الغذائي إنما لها حزمة أخرى لأهلين وعلى توزيع السكان دكتور عشان برضو استكمالا لهذا السؤال عشان أقدر أخلق مجتمعات جديدة والخروج من الوادي الضيق ويكون عندي مساحات شاسعة جديدة وده كمان بيتطلب من الدولة بخير نقول مساعدات تحفيزات يعني لازم يكون زي بحداك قلت مشروع متكامل إيه اللي الدولة وفرته للمواطنين اللي قرروا أن هم ينقلوا حياتهم لهذه أماكن هذه المشروعات إيه اللي وفرته الدولة شوف حضرتك إحنا بنتكلم في بداية مشروعات ضخمة جدا لما نبص على مدينة توشكة جديدة أصبح فيها مباني سكنية في توشكة جديدة أصبح بيوفر السكن هنا ويوفر المدرسة ويوفر رعاية صحية لكل الناس اللي هتروح هناك الدولة الجديدة لسه المدينة بيتم إنشاءها بالنسبة لعمليات السكن عمليات المستشفيات إلى آخره بيتم موجودة في المخطط أن دي هتقبى مدينة متكاملة فيها كل الخدمات دي بالنسبة لإنما توشكة فيه خلاص توشكة جديدة موجودة العالمين والمنطقة كل منطقة السحل الشمالي والدلتة الجديدة بيتم حاليا دلوقتي إقامة المنشآت والبنية الأساسية اللازمة لها بدأنا بالزراعة بدأنا بعمليات استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية هيلحق بيها مباشرة دلوقتي في المخطط عملية البنية الأساسية لتسكين كل أهلين فيه بعد اجتماعي كبير جدا هذه المشروعات الزراعية من يعمل فيها؟ هي المصريين وفرها فرص عمل أنا عايز أقول لحضراتكم إن قطاع الزراعة في توفير فرص العمل من 2014 في المشروعات الزراعية سواء كان توسع أفقي انتاج حيواني مزارع سماكية سواء بزراعية القطاع الثاني في الدولة اللي وفر فرص عمل بعد التشريد والدل لأن هذه المشروعات حتى زميلنا المهندسين الزراعيين النهاردة بتلاقي القبول على كليات الزراعة في مصر أصبح من كليات القمة ليه؟ لأن النهاردة سوء العمل المستقبلي هو فيه قطاع الزراع وبالتالي أصبح النهاردة القبول بعد ما كان كليات الزراعة السنين السابقة قبل 2014 ما حدش يدخلها ما فيش فرص عمل ليهم ولكن هذه المشروعات خلقت مصطابة المصر الواحدة موفر 60 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لغاية دلوقتي ما بالك لما يكتمل هذا المشروع هتلاقي أدئيه فرص العمل اللي وفرها المباشرة أو غير المباشرة وبالتالي هنا بعد اجتماع كبير جدا هو توفير فرص العمل والتشغيل لأهلنا سواء كان مهندسين زراعيين كل التخصصات أهلنا الفلاحين طيب وإحنا بنتكلم على المشروعات القومية هل الحكومة الستة مليون فدان في الواد والدلتة اللي هما بيطلعونا سبعين في المية من أكل المصريين بيطلع من الستة مليون فدان في الواد والدلتة اللي هي الرقعة الزراعية المفتتة طيب هل الدولة نسيتهم؟ ده سؤال لازم نسأله طيب أهلنا الفلاحين هل الدولة سبتهم؟ لا آه بيعانوا ما بنقدرش نقول لا فيه تحديات بتواجه الفلاحين في الستة مليون فدان ولكن لما نيجي نقول السيد الرئيس على مدى السبع سنين تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لما يدعم مشروع البتلو وصل عشرة مليار جنيه دعم نتيجة عشان يدعم صغار المزارعين اللي بيربح حتة ماشية أو حتتين أو ثلاثة بيعملوا الإتاحة دي المراكز تجميع الألبان حد يقدر يفصل حياة كريمة في الريف المصري عن التنمية الزراعية وعن التغير المناكي والتكايف مع التجارات المناكية ما حدش يقدر كلنا أولاد ريف وأنا ابن ريف أنا شفت في أسوان في قرى أسوان من يومين وحدات طب الأسرة أنا سفرت سفرت دول كتير جدا ببنلاقيش في القرى في أوروبا المستوى اللي موجود عندنا بس عملية تشغيله وعملية تأهيله لما نلاقي قرى في كل مصر فيها وحدة طب الأسرة مباني على أعلى مستوى مباني مجهزة تكهيزات عالية طبية مباني مكيفة داخل الريف المصري وحدة طب الأسرة دي الرعاية الصحية ولكن تحتاج إلى تأهيل إلى تدريب إلى كوادر تدير هذه الوحدات وحدات طب الأسرة أنا بديكم مثالها قطاع آخر بيخدم على كل القطاعات لا شيء كلنا نفتخر بيه كمصريين حد يقدر يقول أن تطوير الريف في المصري ده يبعده أهلينا سنوات طويلة وإحنا منهم كنا يعني عشان تروح مدرسة في الريف تمشي خمسة كيلو طبعا كيف عشان تروح جامعة معانا شديدة جدا تغير مركزية كمان الخدمات الموجودة طبعا دغير كمان وفيه تحدي آه في التعليم محتاجين أزيد محتاجين عدد فصول أكتر محتاجين مدرس أكتر إنما أنا ممكن أقول فيه تحدي أكبر في ده كله وعائق أساسي أمام التنمية هو زيادة السكانية بالضبط وده التحدي الرئيسي قدام الدولة المصرية كيفية ضبط منظومة الزيادة المطرد في عدد السكانية لأن بصراحة كل الإجراءات وكل المشروعات العظيمة جدا وسرعة التنفيذ بتاعتها وإحساسنا بيها لابد أن يقابلها ضبط في منظومة عدد السكان لأن أنت لما زيد 2.6 ملون نسمة كل سنة ده دولة تانية عايز تعليم عايز صحة عايز مساحات أراضي زراعية جديدة عايز خدمات عايز فصول دراسية عايز جامعات كل ده نحتاج بالفعل إلى ضبط الزيادة المطردة في عدد السكانية ده التحدي الرئيسي أمام الدولة المصرية هو كيفية ضبط هذا الزيادة المطردة طيب لو إحنا هنتكلم مش بس على إنتاج الزراعي لأن في حقيقة الأمر إنتاج الزراعي المشروعات كتيرة جدا في ملف أيضا لابد أن نواجه ونصلت عليه الضوء وهو الإنتاج الحيواني شايف البلف ده إزاي هتمت به الدولة المصرية لحفظ أمنها فيما يخص الثروة الحيوانية الثروة الحيوانية والداجينة والسماكية ده قطاع في الزراعة قطاع الإنتاج الزراعي اللي هو المحاصيل السراتيجية والخدار والفاكهة وبعدين قطاع الإنتاج الحيواني الدواجن واللحوم الحمراء والأسماء إحنا لغاية 2014 كان نسبة الاكتفاء الزاتي عندنا من اللحوم الحمراء تقريبا كنا بنتكلم على 40% ونستورد 60% لحوم حمراء من الخارج ودي كانت فاتورة مكلفة جدا المشروعات الانتاج الحيواني الأطلاق السيد الرئيس ومشروع البتلو أصبح عندنا دلوقتي 55% اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء وتقريبا من السورة يعني الرقم من 35% إلى 40% يعني أنت أللت الفجوة من نتيجة هذه المشروعات من عملية السرات واللحوم الحمراء الدواجن تقريبا عندنا اكتفاء ذاتي 100% 95% يعني اكتفاء ذاتي ما عندناش مشكلة أيضا البيض الأسماك عندنا اكتفاء ذاتي 85% لأن مصر أكبر دولة في أفريقيا والشرق الأوسط عملت مزارح سماكين وبالتالي دي كان عندنا يعني 60% وكنا بنستور دي 40 نهاردة وصلنا إلى 85% وفيه بعض أنواع الأسماك المصرية بيتم تصديرها الخارج من خلال المزارة السماكية حاليا وبالتالي هذا القطاع الانتاج الحيواني والدواجن والأسماك لا أصبح لنا فيه وفرة أصبح نتيجة هذه المشروعات اللي كلنا شايفينها وكلنا بنجني سمار هذه المشروعات بكل تأكيد يا فنم طيب أخيرا وسريعا عايزة أعرف من حضرتك التحديات اللي مزالب بتواجه قطاع الزراح نحن شفنا طفرة زي ما حضرتك تحدثت في قطاع الحيواني والسمكي والداجيني كلمنا عن زيارة الرقعة المنزرعة حتى دعم المزارعين والفلاحين لكن بالطبع لسه في قدامنا تحديات إحنا الدولة هتستمر في مشروعات تحصي الأفقي وكلنا بندعم هذا الاتجاه لأنه بيوفر الأمن الرزعي إنما التحدي اللي بيواجه الدولة في 6 مليون فدان في الوادي والدلتة التحدي في توفير التقاوي المحسنة والسيد الرئيس أطلق برنامج لتحسين التقاول إننا تقاوي الخدار بنساوة 95% منها من الخارج بعملة صعبة تقاوي المحصلة تراتية جهازة لأمح نسبة تغطية عندنا 60-70% أنا لم أزرع تقاوي محسنة معناها بدل فدام يجيب لي 18 أرداب بأمح هيجيب لي 20 هزود من وحدة مساحة 2 أرداب وده تحدي شغال عليه الحكومة وشغال عليه الدولة اللي هو أنتاج التقاوي التحدي الثاني أزمة الأسمدة اللي كل شوية بتواجه أهلين الفلاحين وسعرها المرتفع لابد من ضبط هذه المنظومة من ضبط هذه المنظومة للأسمدة عشان السماد يقبوا متاح لأهلين الفلاحين ورغم أننا عندنا وفر من الأسمدة وسيد الرئيس من الأسبوعين وجه الحكومة والأجهزة المعنية بإقامة مصنع للأسمدة الأزوتية نتيجة توسع في المشروعات القومية محتاجين أسمدة زراعية محتاجين لأهلين الفلاحين وبالتالي يجب على الحكومة ضبط هذه المنظومة هل نحتاج إلى تحرير سعر السماد؟ هم قادرة يقدروا يقولوا الحكومة من خلال دراستها السيد الرئيس مشكورا المحاصيل السراتيجية دايما احنا فيه ثلاث محاصيل الدولة بتاخدهم القمح قصب السكر وبنجر السكر والرز وحتى الأزمة اللي موجودة في الرز اللي كل الناس بتكلم عليها دلوقتي هي أزمة مفتعلة لأن احنا عندنا بقالنا أربع خمس سنين ما بنصدرش رز عندنا فائد من الرز المساحات اللي بتزرع بتكفي الميت مليون مواطن مصر ولكن هنا تحتاج إلى ضبط المنظومة تحتاج إلى يكون هناك رقابة على عمليات التخزين وعمليات الدول بالفعل دكتور سادي كان فيه اجتماع منذ يومين تحديدا لدولة رئيس مجلس الوزراء وكان فيه عقوبات راضعة وعقوبات غاية في الأهمية في الوقت الحالي تحديدا لضبط منظومة التلاعب في الأسواق وتحديدا أسواق الأرز والضعيات بار هذه السلعة سلعة استراتيجية ومن يخالف التوريد أو من يحتكر هذه السلعة بالتخزين دون عرضها على المستهلك تحديدا هيكون فيه غرامة الغرامة بتقدر من 100 ألف لمليون وفي حالة كانت الكمية المخزنة أكبر هيكون الغرامة أكبر من المليون أو حبس من شهر لسنة على ما أتذكر تحديدا وده هي الإجراءات الخاصة بضبط الأسواق على أي حال الطريق لسه قدامنا طويل كل ما حدث وكل ما تحدثنا عنه هو خطوة من ألف خطوة دايما زي ما بيقول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكن مصر بدأت وأعتقد البداية دايما هي اللي بتكون أصعب وحينما تنهض مصر ينهض الجميع وهنا بتحدث على الدول العربية كافة بنشكر الحياة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعين على هذه الفقرة وهذا الحديث شكرا لك فيه شكرا لك فيه